السلام عليكم ازيكم الفنانين يا رب اكونوا بخير معكم الكريمة عادة النهاردة ان شاء الله الدرس الثاني من سلسلة تعليم الرسمي بالرصاص اللي احنا بدأناها اول انبارح الدرس الاول اللي لم تابعش معنا رسمنا فيه الاوتلاين من البداية لحد النهاية فري هند بدون استخدام شبكة او مربعات او اي حاجة رسمنا ان الموبايل على طول اللي ما شفش الدرس ده مهم جدا جدا لازم تروح تشوفه لاننا قلنا ان خطوة الاوتلاين اهم بكتير من خطوة تصليل لان الاوتلاين ما هو مظبوط البرتريه كله هيطلع مظبوط لكن الاوتلاين ما هو مش مظبوط البرتريه كله هيطلع بايض اللي ما شفش الدرس ده هتلاقوا اللينك بتاعه في description box تحت وفي نهاية الفيديو ده برضو هتحبهه لكم اتفرج على الفيديو الآخر هتليقى ظاهرك في نهاية الفيديو درس النهاردة ان شاء الله ستكون اكملت بالسلسلة دي وهنشرح مع بعض التظليل بتاع الرسمة دي من البداية للنهاية علشان كدا احنا رسمنا البرتريه كله مع بعض سواء اوتلاين او تزليل واستفادنا استفادة كاملة بنسبة الادوات اللي هستخدمها النهاردة في التزليل ان شاء الله هم اربع الان بس طبعا المتابعين يعرف اللي انا بستخدم مركة ستدلر اول درجة هستخدمها هي درجة ال HB تاني درجة هي درجة ال 2B تالت درجة هي درجة ال Black ستدلر ال Black اللي انا بتكلم عنها الفرق بين ال Black والرصاص العادي ان ده لونه ازرق اهو وده لونه اسود وقلنا اللي انا اسود ده بيكون دامج بين الرصاص وبين الفحم يعني بيديني درجة دكنا فانا هستخدم منه درجة 2B ودرجة 8B بس اللي مش متوفر عنده ال Black ده ومش عارف يوصله ممكن يستخدم درجات الرصاص عادي جدا يعني يبدلها بدرجة 8B الرصاص العادية وال 2B الرصاص العادية مفيش اي مشكلة عشان محدش يوقف على اي حاجة ياريت بقى تركزوا في الدرس الاخر محدش يقف الفيديو وتفرجوا الاخر دقيقة لان كل دقيقة بتعدي فيها معلومة جديدة فنانين محدش يكسل وقفل الفيديو او يسرعو وقبل ما نبدأ طبعا ما تنسوش الدعم الدعم باللايكات لازم كل واحد قبل ما يتفرج انزل يعمل لايك يعني واقف الفيديو وانزل يعمل لايك وبقى يرجع اتفرج تاني عشان ما تنساش وطبعا كومنتاتكم جميلة يعني في نهاية الفيديو كتبوا لي كومنت جميل كده عارفوني سدفتوا ولا لا او اي حد عنده سؤال يسأني مفيش اي مشكلة اي درس حابين انا اعملوا قطارحوا علي واللي مشتركش في القناة لسه لازم اشترك وفعل زر الجرس عشان تبصروا اشارات كل يوم عشان ما تطلبش عليكم يالله بنوخش في الشرح في البداية فانينين كلنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم زي ما نشايفين هابدأ بالعين اول حاجة ودايما لما بنيجي نظلل اي وضو او اي عنصر في البرتريب نبدأ بالدرجة الدكنة جدا يعني اغمى منطقة في العنصر ده وزي ما احنا ملاحظين اغمى منطقة في العين هي الدائرة اللي جوه العين والدائرة اللي جوه العين دي عشان نظللها ونطلحها بنفس السواد ده فلازم استخدام درجة دكنة جدا جدا فانا بستخدام دلوقتي درجة البلاك درجة ممتازة وزي ما انتم ملاحظين بهديني اللون داكن اقدر اوصل به لدرجة مشابهة او مقاربة للدرجة اللي في الموبايل عندي والموضوع يكون سهل ان شاء الله معنا زي ما انتم ملاحظين بالراحة ولازم سن القلم يكون مبري لان احنا زي ما شايفين كده حجم العين مش كبير فبالتالي لو القلم سنه مش مبري مش هعرف اعمل تفاصيل صغيرة والديني هبوز مني فلازم اخد بالي ويكون سن القلم مبري عشان اقدر اطلع التفاصيل الرفاعة دي كويسة جدا ومزبوط وبالراحة خلص زي ما انتم ملاحظين ايدي ايدي هادية جدا دلوقتي انا دخلت بالقلم التوبي بلاك اللي هو افتح منه شوية لان المنطقة اللي فوق العين لو تلاحظوا افتح واللي جنب العين برضو اللي هي نحت الشمال دي اللي انا شغال في دلوقتي افتح فهمت وجهت نظري؟ طيب هل شرط استخدم التوبي بلاك والايد بي بلاك؟ لا مش شرط ممكن بنفس الايد بي بلاك اخفي ايدي واعمل بيه الدرجة الفتحة اللي برا ما فيش اي مشكلة دلوقتي بدأت اشتغل في الخط اللي فوق زي ما انتم ملاحظينه الخط ده بقى اكتر حاجة محتاجة تكون سن الالم مبري لان سن الالم لو مش مبري في خط الرفيع لزي كده هتبصه تلاقي بخط تخن مننا جامد جدا ونبدأ بقى نخش في استيكا ونمسح والكلام ده كله وده اكتر حاجة طبعا زي ما احنا عارفين بتبوز مسام الورقة احنا مش عايزين نلجأ كتير لخطة المسح دي او التعديل كتير علشان هاديني هبوز معنا خالص اهو يعنا دلوقتي اهو اهو احستو تخنق من شوية فاستخدمت الاستيكا الزيرو بس بالعاقل خالص وزبطتها هبدأ اكمل براها خالص اكيد كلكم لحظين البطء او السرعة البطيئة جدا اللي انا شغال بيها فمحدش استعجل يا فنانين واشتغل بسرعة علشان اكثر او اكثر حاجة اسف اكثر حاجة ممكن تعملها وانت بتظهر لانك تشتغل بسرعة غلط ومعظم الفنانين خلي بالكوا منكم بيعوا في الغلطة دي الاقي مسلا خلصت الدرسة النهاردة الاقي واحد بالليل او بعدها بساعة بعتلي التطبيق يقول انا خلصت طب خلصت امتى انت الحقت لازم تدل نفسكم وقت دلوقتي بدأت خش في الجفن اللي فوق زي ما انتم ملاحظين هبدأ في بعض العين اديلو لون طبعا زي ما احنا انتفقين بعض العين ما بيصابش ابيض لا بياخد لون كده مسلا من درجة تويتش ولا حاجة بالراحة خالص نسيت اقول لكم في بداية الفيديو ان انا مستخدم تويتش بس عشان ما استخدمتوش كتير يعني مش اساسي معانا فزي ما انتم ملاحظين بالتويتش بعمل التزليل اللي هو الفتح خالص يعني اللي هو ناحية الاضاءة زي ما انتم ملاحظين التكنيك اللي انا شغال به في البشرة تكنيك دوائر وخطوط يعني بستخدم تكنيكين تكنيك الدوائر وتكنيك القطوط ممتازين جدا اللي حابب يعرف اكتر عن تكنيكات التزليل اللي هيفيده كويس جدا دروس الطبيعة الصمتة اللي انا عملتها اللي عملت الدرسين طبيعة صمتة بكتبه في البحث تدريبات طبيعة صمتة كريم عادل هيظهر لكم التدريبين اللي عملتهم الطبيعة الصمتة دي عبارة عن اشكال هندسية بتظللها وبتفيدك كويس جدا في مضوع التزليل وبتعرفك التكنيكات كلها زي ما انتم ملاحظين عمل اشتغل في دوائر اهو في الخط الغامق اللي هو في بداية الانف اللي بربط الحاجم مع العيل براحة خالص دوائر وخطوط كيد انتوا هدين بالكم من البطل اللي هي شغال بي دي براحة زي ما انتم ملاحظين بابدأ اخش في الحاجم اهو في التزليل اللي هو لتحت الحاجم ده بعمله براحة بالاتش بي كده دي درجة اتش بي لها شغال بها دلوقتي درجة وسط يعني مش تقيلة اوي ولا خفيفة اوي براحة خالص بعمل طبعا الدرجة دي هي درجة الجلد اللي تحت الحاجم بعملها الاول بدرجة كويس جدا وبعد كده بعد ما خلص الدرجة دي او الجلد اللي تحت الحاجم ده واتأكد اللي هو تمام خلاص بابدأ بقى اضيف شعر الحاجم باللون الاسود خالص اللي هو البلاك زي ما انتم ملاحظين بدرج الخط ده اللي هي التانية اللي في قولها دي بيكون مدرجة شوية برضه بحيس تكون واقعية اكتر او من الشكل اللي موجود دلوقتي ملاحظين ان عمال يلف في القلم يا فنانين بشتغل باسلوب الهاتشنج ده برضه بيكون ممتاز في المناطق اللي فيها دوران زي العظماء اللي عند العين طبعا الحتة انا اشغال فيها عندنا كده لو مساكنا عينينا من المنطقة دي هتبصت لو في حتة زي عظمة كده عندنا فالعظمة دي مش هتيجي يغرب الاسلوب ده يعني ما اعمل كريفات يعني ما اعمل اشكال متقطعة لها الهاتشنج اللي بقولها عليها دي على شكل حرف اكس كده بيبقى خط بمية اللي لاحت اليمين وخط تاني اقاطه مية اللي لاحت الشمال زي ما انتم ملاحظين بالروح دي كلها بدرجة التو اتش لان المنطقة اللي هنا فتحة جدا دلوقتي هابدأ اشتغل بشعر الحاجب هابدأ استخدر القلم اليد بي ستدلر بلاك يعني تمانية بي ستدلر بلاك ستدلر بلاك ماركة عالمية مشهورة جدا هي الماني مشهورة جدا لو بحثتوا على جوجل هتلاقوا عنها كلام كتير وفي مواقع كتير بيبقى زي ما انتم ملاحظين باخد الحاجب من تحت الفوق اهو بدأت من تحت من نهايته لفوق بشتغل من الشمال للمين في اتجاه واحد الفنانين ما حدش يجي اشتغلي من المين للشمال اهو دايما عود نفسك وانت بتشتغل في الشعر سواء شعر الراس او شعر الحاجب او اي حاجة او الرموش حتى لازم تشتغل من الغامق للفاتح يعني في الرموش برضو بنشتغل من الغامق للفاتح يعني بنشتغل من الجفن وبطلع به البره الحاجب بنشتغل من الغامق الغامق هنا فين في الحاجب في نص الحاجب بطلع من الطرفين على فاتح شوان كل ما انت اتقنت موضوع التدريج ده وعرفت تطلع الغامق في مكانه والفاتح في مكانه هتلاقي ان الموضوع شغال تمام جدا 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 والموضوع بسيط. خلاص ما كمل اه. اه هنا ما يعني ما بدسش جامد الافضل انا ما دسش جامد بس انا بفضل احط في طبقات فوق بعضها طبقة فوق تانية فوق تالتة لحد ما نوصل للدرجة المطلوبة اللي هتخليني خلاص حسيت اللي انا وصلت للمطلوب عندي او لما اقرب بالموبايل خلاص بحس انها بقيت شبهه. فما بشتغلش من دماغ يعني دايما عملكم والزوم على الموبايل اهو حطوا جانبي بيحستقارنوا معي اول بقول. موضوع صاهل يا فنانين محدش اه محدش يعطل نفسه او حد يحسس نفسه ان في حاجة معقدة او حاجة صعبة. اللي بيشتغل ومش احسن منك واللي بيعرفه رسين مش احسن منك انت تقدر تتعلم وتقدر ترسم وتكون احسن منهم كمان لو انت حاطت لنفسك هدف تمام? دلوقتي فنان هنبدأ نكمل تزللات مسلا تحت العين في المنطقة دي. انا شايف اللي احنا ممكن استخدم في المنطقة اللي تحت دي لانها مش دكنة قوي. براحه خالص. لحظه التكنيك اللي هشتغل بيه تكنيك بسط جدا. هدخل اه في المنطقة الغمقة شايفين المنطقة السودع او الغمقة اللي تحت الدوارية دي ايوم المنطقة دي بالزبط. لازم استخدم فيها عشان تديني اللون المحروق اللي موجود عندي في الصورة زي ما شايفين كده. فالموضوع سهل جدا. عمال اشتغل دواير. الافضل هنا اشتغل دواير زي ما انتم ملاحظين كده. افضل اشتغل دواير واعمل طبعات كتير فوق بعضها لغاية ما اوصل للدرجة المناسبة. دلوقتي فانين احنا خلصنا العين الشمال وهنبدأ نكرر نفس الخطوات في العين اليمين. فانا المفروض لنا هسرع بقى الخطوة دي عشان ما نخسرش وقت كتير ونخش في الان. فتطبق بنفس الخطوات ويلا بينا. دلوقتي يا فانين خلصت العين الثانية زي ما انتم ملاحظين كده بنفس الخطوات اللي اشتغلتها في العين الاولى عشان بس ما حدش يقول انت سرعت هي نفس الخطوات هنطبقها. اشتغلت في الدائرة وبقى كافة الجفن اللي فوق بقى كافة التانية اللي فوقي وفي الحاجب وهكزا تمام? دلوقتي نبدأ نشتغل في الانف اول حاجة بابدأ فيها بها في الانف زي ما احنا متعودين المنطقة السودة. في الاسود منطقة هي الفتحتين بتوع الانف زي ما انتم ملاحظين احنا عاملين فابدأ كل اللي بعملونا انا سود الفتحتين دول قوي 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 لان طبعا الضوء مش وصل لهم خالص. فلازم يكون اللون فيهم اسود داكن جدا جدا جدا. تمام يا فنانين? زي ما انتم ملاحظين الموضوع سافي. وزي بأكد عليكم تاني لازم يكون سن الالم مبرئة هنقدر اشتغل في نفس او اشتغل في الفتحة دي من غير ما بوازها تمام? لان طبعا سن الالم لو مش مبرئة هبص الاقي الالم طالع مني برا وبقوز الدنيا خالص. فباشتغل براحتي وما حدش بيجي لورايا. واخد كل وقت براحتي خالص. دلوقات زي ما انتم شايفين مسكة الالم الرصاص الاتشي بي. وابدأ ازلل التزليل في الانف. افضل تكنيك ممكن نشتغل به في الانف هو الدوير زي ما انتم لاحظين كده. شايفين ايدي شغال ازاي? شغال بعمل دوير. لو تلاحظوا في حتة زي رقم سبعة كده بين الفتحتين. الحتة انا شغال فيها دي. درجات في بعضها. وغيرت ما اوصل للدرجة او التون المطلوب مني. فالموضوع بسيط جدا. لكن ناخد راحتنا خالص ما حدش يستعجل. ببدأ اشتغل في الحتة اللي اندي قدامكو دي اللي هي بين العين وبين الانف. طبعا تزل عادي والتكنيك بين قدامكو خالص. خلي بالكو نفس اللي احنا بنطبقه في الجنب الشمال ده هو اللي هتطبق في الجنب اليمين. فاهمين? فانا مش شرط ما اشرح لكم الجنبين. يعني الجنب الانف اليمين هيكون نفس الجنب الانف الشمال. عشان بس نختصر في الوقت على قد منظر لان احنا دخلنا في عشر دقائق والفيديو يطول. زي ما انتم لاحظين افنين بكمل بنفس التكنيك اهو. التزليل اللي هو في بداية الانف من ناحي الشمال. براها خالص. في المنطقة الفتحة خالص دي باستخدم الام بقى درجة خفيفة. هنا في المنطقة دي ممكن الام اتش بي. لانها متوسطة. الغمقان يعني مش مش فتحة اوي ولا غمق اوي فممكن استخدم اتش بي. زي ما انتم ملاحظين. والافضل زي ما اقول لكم استخدم تكنيك الدوائر في المنطقة دي. خصوصا لادني الام في شكلها دائري. عشان تتجسم مزبوط لازم استخدم فيها تكنيك قريب لشكلها. يعني الدوائر انسب حاجة ليه. زي ما انتم ملاحظين افنين براها دلوقتي هعمل المنطقة الغمقى اللي هي منطقة الزل اللي تحت دي. استخدم فيها الام البلاك. طبعا منطقة الزل دي بتكون بدقة تقيل اوي ومنتهي على ايه? على فاتح بالزبط كده. لازم الزل ينتهي على فاتح لان فيه فاني لينكتر بيغلطه وبيخلو الزل ينتهي على تقيل برضو. ده غلط جدا. انت لو حطت كوباية وعرضت لها كشاف اا فلاش يعني بتاع موبايل او حاجة. هتبص وتلاقي الزل بتاع الكوباية دي بادئ من تقيل اوي من جنب الكوباية بعد كيه بنتهي اخف اخف لغاية ما اتلاشى خالص. وده طبيعة الزل. اروحة خالص ببدأ اضيف تضللات. ملاحظين كل ما يعني كل ما بغمق في الانف اكتر كل ما بتظهر او بيظهر ملمحة اكتر وببان واقعية. وهنا نفضل ماشير بالتكنيك ده اللي حادي ما نخلص نفس الطبعات كلها اللي قدامنا في الموبايل. الخطوة اللي بعد كده اللي انا هبدأ اكرر بنفس الخطوات اللي انا عملتها في الجزء ده في الجزء الشمال في الجزء اللي مين? هبدأ اول حاجة اشتغل في الفتحة اللي سود. وبعد كده ازلل الجزء اللي بين دعين وبين الانف وبعد كده اجسم المنطقة اللي حاولين الفتحة دي بالالم الرصاص. وبعد كده اعمل تزل الانف اللي هو اللي تحدي ده. ازا اللي عملتوا الناحية التانية بالالم البلاك. وبكده انكم خلصنا الانف برضو. فتعالوا بقى نسرع شوية ونشوف الخطوة لبعد كده. دلوقتي يا فنين هينزل للفم. ودائما كالعادة بنبدأ باغمى منطقة في العنصر اللي حشغالوا فيه. وزي ما احنا ملاحظين طبعا اه الاغمى منطقة في الفم عندي هي المنطقة اللي بين الشفتين. لونها اسود بلاك اسود داكن. فاستخدم بها نفس الالم اللي استخدمته في العين واللي استخدمته في الانف. وهو الام الايد بي ستدلر بلاك. زي ما انتم ملاحظين بديني درجة امتازة جدا. درجة سودة جدا قريبة من الفحم. فعشان كده هستخدم الالم ده. وزي ما قلت لكم اللي مش بتوفر عند الالم ده ممكن استخدم درجة رصاص طييلة. وممكن كمان يستخدم الوان خشب اسود يعني لون خشب اسود. هيكون برضو درجته مناسبة. وهتكون قريبة جدا من درجة اليد بي ستدلر بلاك. ففي اكتر من خيار ممكن نستخدمه. زي ما انتم ملاحظين في الخطوة دي هبدأ دلوقتي احدد الشفايف مظبوط لاول قبل ما ابدأ ازلل الشفتين. دلوقتي يا فانين هنبدأ نشتغل بقى في الشفا اللي فوق. الشفا اللي فوق بدأ من غامق وبنتهي على فاتح. فممكن اشتغل بها بالتو بي بلاك. مش لقيت بي بلاك بقى. بابدأ اشتغل من غامق كده هون تدريجي 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 وبطلق بها على فاتح. خدوا بالك وما انفعش الشفا تكون غمق من تحت وغمق من فوق برضو. لازم كتير بتغلط الغلطة دي وبتخلي الشفا كلها لون واحد سودة. غلط. الشفا زي ما انتم ملاحظين قدامكم من النص سودة قوي ومن فوق فتحة شوية علشان اه تبان ان فعلا الضوء واصل لفوق ومش واصل لتحت لان الشفا اللي فوق اعلى او عالية يعني فهي متعرضة للضوء اكتر. زي ما انتم ملاحظين ممكن اشتغل كيرفات بالطول يعني بشكل طولي او ممكن بشكل عرضي كل التكنيكات مزبوطة او صحيحة اه مدام هتقدل نفس الغلط او نفس النتيجة يعني. زي ما انتم ملاحظين شغل طولي دلوقتي اهو وشوية هشتغل عرضي ما فيش اي مشكلة. انا سرعت الفيديو شوية بس عشان نكسب وقت اكتر. مدام فيه من التكنيك يبقى هنقدر نشتغل عادي جدا. زي ما انتم ملاحظين كل اللي بعملونا بضيف درجة طبقة فوق التانية فوق التالتة لغاية وخلاص بحس ان الشفا بقت الشفا اللي في موبايل او الدرجة بقت نفس الدرجة خلاص بحاول بقى او ببدأ اخش في الشفا التانية الشفا اللي تحت وبكده يكون خلصنا الشفا اللي فوق الى حد ما بقت كويسة وتمام يعني. تعالوا بقى نشوف الشفا اللي تحت هنشتغل فيها ازاي? دلوقتي فانيا نبدأ نشتغل في الشفا اللي تحت وزي ما احنا ملاحظين اللي هافتح من اللي فوق بكتير جدا. فكل اللي هستخدمه فيها يا درجة واحدة ممكن تقريبا. هعمل بس الخط الغامق اللي تحت شوية ده وفيه كام خط بطول فتحين وفيه في نصهم اضغط. بس هي دي الشفا هي طريبا خلصت خلاص اه بعمل خطوط لبطول زي ما انتم شايفين كده. هنوضته بسيط جدا. وبكده يعتبر احنا خلصنا عناصر البرترية الاسسية العنين والانف والفم بقى النا بس الازن آآ والشعر هم اكتر حكتين برضو مفيدين او مهمين في البرترية لحد ما ندخل في البشرة. فيلا بيلا بقى نشوف الشعر هنشتغله ازاي قبل ما ندخل في البشرة يلا بيلا. في البداية فانين الشعر طبعا لونه داكن ودي حاجة مش محتاجين نتكلم فيها فبالتالي طبعا زي ما احنا اتحاولين هنستخدم اللي هو اجمع درجة معانو. اللي هو قريب من درجة الفحم يعني. زي ما انتم شايفين التكنيك اللي هشتغل بها هو تكنيك ناتشات. الشعر كله لازم اشتغل فيه بتكنيك ناتشات حتى لو لونه اسود كله. لازم اشتغل بنفس التكنيك اللي انا هشغل به قدامكم دلوقتي. ما اشتغل بتكنيك ناتشات وبافضل اضيف الدرجات فوق بعضها. درجة فوق التانية في التالتة بغاية ما اوصل للدرجة اللي انا محتاجها. فالموضوع بسيط جدا لكن لازم تكون هادي. عود نفسك دايما لازم تكون هادي. طبعا الشعر كله واحد فانا هشتغل لكم بس جزء بطيء في الاول كيه زي ما عشان تفهموا التكنيك. وبعد كده هبدأ اصرع لكم الفيديو عشان ما يطولش معنا. دخلنا في روبع ساعة اهو. عايزين نحاول ما يطولش معنا الفيديو بحيس نكون استفادنا. زي ما شايفين هنا بقى هبدأ اشتغل من فوق لتحت. علشان تحت هنا هي حتات الرفاية او نهاية الخصلة. فلازم تكون رفاية لان لو اشتغلت من تحت الفوق هتبسط لوت الشواري يدخينها من تحت ورفاية من فوق وده مش مطلوب مني خالص. دلوقتي مكمل زي ما احنا فنانين شغالين من فوق لتحت. بالتكنيك اللي انت شايفينه ده. وبنفس الالم اللي هو اليد بيستلر بلك. اصرع لكم شوية دلوقتي لان الشعر مملي. اولا التكنيك واحد بس التكنيك مملي يعني فانا اصرع شوية واحنا بدي اكتغل. افضل اضيف طبقات فبعضها لغاية ما اوصل لليونه الداكن. محدش يسيب الشعر افنين اه يعني انا افتكرت حاجة كويسة جدا دلوقتي. فيك غلطة كتير منكم بيقع فيها انه بيخلي الشعر باهت لونه ومش يسود. هنا طبعا زي ما احنا شايفين الشعر لون سود داكن جدا جدا. فاكبر غلطة ممكن تقع فيها انك تسيب الشعر لونه باهت او مش داكن بالدرجة المطلوبة اللي عندك في النوبايل. فلازم تفضل تضيف درجات في بعضها لحد ما توصل للدرجة المطلوبة. نهاية الشعر هنا زي ما انتم ملاحظين كده بيحاول يخليها فايع عشان تكونوا واقعية اكتر. لانتم ملاحظين كده. ودي من الحاجات المهمة اللي لازم ناخد بنا منها برضو. نهاية الشعر اللي لازم تكونوا فايعا. هابدأ اكمل المنطقة اللي فوق. من راحة خالص. هاكمل المنطقة اللي في الشمال برضو. تعال نشوف جزء تاني مختلف عن الجزء ده عشان نكون شرحنا الشعر كله. في الجزء ده فهن نقين فيه مختلف شوية عن الجزء اللي احنا اشتغلناه. هنا الجزء ده فيه كيرفات شوية او الخط فيه لافف شوية زي ما انتم ملاحظين كده. بالراحة خالص. لان هنا هو منبط الشعر وهنا شعره جاي على جنب لو طلاحنا. فبالتالي هيتطلع اللي فوق بعد كده هيتخش ناحية الشمال زي ما انتم ملاحظين في الموبايل كده. الموضوع بسيط جدا. لاحظوا حركة ايدي ازاي? ولاحظوا انا ببق منين وبنتهي فيني? يعني بدأت من تحت الفوق. لان الجمع عندي تحت. والفاتح عندي فوق. انتكونوا فاهمين التكنيك كويس. لان التكنيك سهل مش محتاج حد يكون مستصعبه. واي حد فيكم يقدر يرسمه ان شاء الله بكل سهولة. المنطقة دي سودة. لما انتم ملاحظين كده. ودي سهلة برضو لانها مستقيمة المنطقة انا اشغال فيها الحالين دي متقيمة. يعني لفة من تحت شوية بس مستقيمة من فوق. كده خلصنا الجزء دي. تعالوا نشوف الجزء الاخير اللي فاضل. في الجزء اللي فاضل ده هنونين برضه هنشتغل بنفس تكنيك الجزء الاول الهو على ناحية الشمال لان هنا مستقيم بس و هيبدأ الف معايا في الجزء اللي فوق ناحية اليمين ده يعني هنلاقي برضو من فوق كده مده الل outro داخل معي أنا نحية بسط جدا واي حد فيكم ان شاء الله يقدر يعملو. وبكده نكون خلصنا الشعر مع بعض. عشان ما نقولش فيه اكتر من كده. تعال نشوف نرسم الازن ازاي عشان ندخل في البشرة لان البشرة هي المهمة جدا بقى. يلا بينا. زي ما انتم لحظينها فانين دلوقتي هندخل في الازن. زي ما انتم لحظين منطقة اللي فوق اللي تحت الشعر هتول دي لونها سود داكي. فهستخدم فيها قلم بس هخفي ايدي شوية. اي منطقة سودة الاول بعملها. اهو يعني اعملت سود وبطلع بها على فاتح. نازم اعمل مناطق السودة في الاول عشان تظهر لي باقي التضليلات او باقي التدريجات بشكل مناسب. دايما زي ما احنا متفقين من اول البرتريج. يازم نبدأ بالمنطقة السودة. اسود منطقة في الازن دي هي الفتحة دي. الجزء اللي نازل من الشعر على طول. زي ما انتم لاحظين التكنيك بسود جدا مش صعب خالص. الفتحة اللي هنا برضه بزبط الكيرف اللي بره ده اللي هي الكسر اللي بره دي. احسنت لايش متزبطها. التكنيك بسيط خالص. الاوزن انا كنت عملت عنها درس الواحدة برضه يعني درس منفرد اللي حابب بيركز فيها اكتر يكتب في البحث رسم الاوزن كريم عادي. اي درس انتم عايزين واي درس انتم يعني احسين انتم ضعف فيه اكتبه في البحث. يعني مثلا انتم بتبحث عن درس العين اكتب تعليم رسم العين وجنبها اسمي كريم عادل عشان هزهر لك الدرس بتاعي انا. فهمين? لانك لو كتاب تعليم الرسم العين بس هزهر لك اصلا الف درس او الفين درس على اليوتيوب او اكتر كمان سواء عرب او انجليزي. فانت لو بتدور على الدرس التاعي انا اكتب جنب الدرس ده كريم عادل هزهر لك الدرس بتاعي. زي ما انتم منحظين غمات الحتة اللي دحت شوية. وهبدأ بقى ادرج من غام الفاتح. دي طبعا الى ان المنطقة هنا مش سودا قوي ولا فاتح قوي. موضوع الدرجات ده هكلمكم فيه ان شاء الله عشان تكونوا فاهمينه برضو اكتر. كل اللي بعمل له انا عمل ادرج بس مش اكتر من كده. بدرج جاي من القفاية تاحواها جزا. دي اخر منطقة تقريبا انا هتتدرج. بكده فانيني اعتبر خلصنا الازم. خلاص يعني كل اللي هعمل له دلوقتي ان هفضل ااكد على التدريجات مش اكتر وممكن ادخل الام تويتش للتسيح انك تسايح او تناعم تزلي شوية ممكن تسايحه بالم تويتش وده برضو هكلمكم عنه في فيديو لوحده لان دي فكرة كويسة وهتفيدكو اكتر من التسيح بمنديل او بودانة او اي كلام من ده. كده خلاص الازم هعالوا بقى نخش في البشرة وده المهمة بالنسبة لنا كلنا يلا بينا. زي ما انتم رحزين يا فانين دلوقتي نبدأ ان نتظل الجزء الشمال من البشرة هبدأ استخدم الام بالزبط كده الام لان البشرة هنا مش غامق قوي ولا فتحة قوي. فهبدأ استخدم الام في المنطق اللي هنا دي. طبعا هو مبادئ من غامق من ناحة الشمال ناحة الازم كده. وبتخش جوه ناحة على فاتح. فبالتالي هستخدم ممكن استخدم في الطرف خالص تو بي. الام تو بي الرصاص عادي. وبعد كده استخدم في النص الام اتش بي. وبعد كده في الناحية الفتحة خالص دي استخدم الام تو اتش. بأكد بس على خطة التعشار اللي اتفح انت مش مزبوطة في زبطها. غير ما انتم ملاحظين ماشي مع بعض خطوة خطوة اهو. غامق المنطق دي. المنطق دي غامق شوية. ده الام تو بي اللي انا بكلمكم عنه. بس طبعا بتحكم بقى في ايدي هيا سواء عايزة فتحة ولا غامقة. فهمين نوجة نظري? فمش بمقام مش بمعنى انك استخدمت الام تو بي ولازم تظلط لع داكن بي. لأ انت ممكن بي ده كتتحكم وتطلع درجة الاتش بي بالتو بي. اتمنى تكونوا فهمين نوجة نظر. ما ديكم شايفين التكنيك اللي انا شغال بيه? التكنيك خطوط يعني فوق بعضها. واحد فوق الثاني فوق الثالث. لحد ما اوصل بتدريج ناعم وبسالس كده ويديني التون او الدرجة اللي انا عايزها. الحاجة المرتبطة الوحيدة في التصليل سواء بقى عين او شعر او ازن او بشرة اي حاجة انك دازم تكون هادي. مكمت بنفس التكنيك زي ما انتم شايفينها فنانيين بنفس الالم اللي هو الاتش بي. في المنطقة اللي هي اللي بره بقى وانا طالع كده. اهو. هنا بابدأ اطلع على فتح خالص وخف ايدي وانا طالع. شايفين يعني بخف ايدي جدا وانا طالع. ويازم اخف ايدي خالص وانا طالع فنانيين. بحيس ما لاقيش ان التصليل طالع برضو معي في المنطقة اللي في اوضاقة غامل. ابص لهاي نفسي بستخدم استيكا وباضطر اعدل وامسح وبص لها كله باز ودي مشكلة كبيرة جدا طبعا. والتعديل فيها بيكون صعب. هنا المنطقة بتكون اغمق شوية في منطقة الدقن هنا. هبدأ استخدم القلم التوبي. الرصاص العادي. زي ما انتم محظين. وهبدأ انزل بيه على فتح شوية. المنطقة دي برضو في منطقة غاملينة في الكورنل زي ما انتم شايفين. هغمقها بالتوبي براها خالص. زي ما احنا ماشيين مع بعض خطوة بخطوة. بنفس التكنيك ما فيش اي تكنيك مختلف في البشرة او في الرقبة هنا. المختلف فس النهائي اللي انا بلعب في الدرجات. يعني مثلا منطقة سودة او غامقة بغامقة منطقة فتحة بفتحة او هكذا. فلازم العب في التونات مزبوط بحيس تطلع معي الدرجات مزبوطة ما تطلعش معي بايخة او مش مزبوطة يعني. ويطلع البروترية واقاية في النهاية. اي درجة مفقودة في النص هتخلي البروترية مش واقية او هتفقدوا الواقاية بتاعت وجوزك كبير من الواقاية يعني. الواقاية اصلا يعني الواقاية بتكون نتيجة انك بتحط كون او كل درجة في الصور عندك في مكانها في البروترية. يعني اعزكم ان تقرنوا معي الصورة بالرسمة. اتلاحظوا انها بحاول على قد مقدرة وصل لنفس الدرجات المطلوبة. رغم انه برضو ده يعتبر يعني سكتش سريع مش بروترية كامل يعني مش لوحة كاملة فاهمين? اكيد لوحة كاملة بيكون لها اعتبرات اكتر مختلفة اكتر من كده. بتكون واخد وقت اطول من كده لانك بتمسك كل فتفوتة في البروترية ما بتسيبهاش. لو انت عايز تطلع حاجة هايبر رياليزم او واقعية. فبتمسك كل فتفوتة صغيرة ما بتسيبهاش. لازم تطلع نفس التونيات ونفس الدرجات والتفاصيل والكلام ده كل. شوية بشوية ببدأ اخش في الجنب التاني. اه برا راح خالص وانزل بالدقن ده تحت شوية. وضع مصود جدا انا نسيت اقول لكم طبعا الازن التاني اللي هي ناحية اليمين هي نفس تكنيك الازن ناحية الشمال ما فيش اي فكرة بنبدأ نشتغل في الاماكن الدكنة الاول اللي هي الخطوط الدكنة بعد كده بنطلع تدريجات منها لبرا في الموضوع بسيط خالص. بدأت اشتغل في الجنب اليمين. تعالوا نسرع شوية بقى لان كده الفيديو طابل منها خالص. الجنب اليمين طبعا هنا لو تلاحظوا اغمأ بكتير فهستخدم فيه الالم بالنسبة للجنب اليمين اللي في الخد ده هو نفس الجنب الشمالي يعني نفس تكنيك الجنب الشمالي فعشان نختصر في الوقت مش لازم نشرح الجنب اليمين بتاع الخد عشان نكسر بقت اكتر لان احنا دخلنا في 16 ديئة دلوقتي ولسه بقينا تشير تشيرت فكرته بسيطة بس عشان ده اكيد طبعا 90% باللي بتفرجوا على الفيديو من بداية توقفل الفيديو مش منبقى معي لو حد دلوقتي غير 10% منكم انا متأكد من الكلام ده اللي تفرج على الفيديو لغاية اديها 26 من غير ما يقفل اكتب لي كومنت ده احد تمام بس مغير غش ميكونش يسرع على الفيديو ويصل للديع دي وبيقول انا كملت كله زي ما انتم لاحظين اهو بجمع بالشكل اللي انتم شايفينه ده دلوقتي فانينا خلصت الجنب اليمين بنفس التكنيك بتاع الجنب الشمال زي ما قلتلكم مفيش اي اختلاف والرقبة برضو هتكون بنفس التكنيك هابطل اشتغل في خطوط كده واضيف الدرجات فوق بعضها درجة فوق ثانية فوق ثالثة لحد ما وصل للدرجة اللي انا محتاجها بس في فكرة بسيطة اقول لكم عليها في الاخر فتعالوا بقى نشوفها خلاص يعني كل الباقي اللي انا هفضل اضيف الدرجات زي ما انتم شايفين كده دلوقتي حالا دي دي طبعا بسيطة لأي حد فيكم تعال اقول لكم التركالي في الاخر دي عشان نتبقى نخش في التشيرت ونخلص الدرس يلا بينا بعد ما خلصت الرقبة زي ما انتم لاحظين خشنة جدا وطبعا خشونا دي نتجا عن ان انا كنت شغال بسرعة عشان اخلص الدرس بسرعة فبالتالي هجيب حتة قطنة صغارة كده وممشي بس القطنة يدوب على التصليل اللي انا عملتها دوبة الراحة من جير ما دوس جامد هبصة لاي ان التصليل اللي انا عملته بقى ناعم بالشكل شايفينه ده بخطوة بسيطة ما عملتش ايا حاجة اللي حابب بنعم اكتر يبدأ من البداية يشتغل براحته من غير سرعة عشان نطلع مع التصليل لنا اعمل نقط بسيطة خالص كده النقط دي لونها بيختلف يعني ممكن تلاقي نقطة سعودة نقطة افتح وهكذا يعني ما بعملش النقط كلها بلون واحدة فانانين لان ده اكبر غلط ممكن يتعامل زي ما انتم ملاحظين في نقطة نقطة فتحة وهكذا فالموضوع بسيط جدا بالنسبة للنمش ده في نمش تاني مختلف اصعب من ده شوية هعملوا لكم في درس تاني ان شاء الله والجنب التاني هيكون بنفس التكنيك الجنب التاني ممكن يكون افتح شوية من الجنب ده بالراحة خالص يلا بقى نخش في تشيرت كل اللي اعمله في تشيرت افنين انا هبدأ اسود اللياءة طبعا اللياءة هنا لونها سويد داكن كلها هستخدم فيه الام البلاك زي ما انتم محظين كده هسودها كلها تماما ما فياش اي مصدر اضاءة واي نقطة اضاءة خالص ودي خطوة سهلة جدا وبعد كده هبدأ ارسم الخطوط اللي هي العرضية دي بالراحة خالص برضه بنفس اتجاهتها بقى يعني هتلاقي خط طلع لفوق ونزل لتحت نفس تعرجاتها بالزبط كده زي ما هي موجودة عند في الصورة هرسمها خطوة دي سهلة جدا كل اللي بعمله انا ببدأ انقل الخطوط مش اكتر من كده اهو يعني بعمل التعرجات اللي فيها لو انتم محظين التعرجات دي هتديني احاء ان القماش ده متني بما ان القماش ابيض الخطوط دي هتديني احاء ان القماش ده متني وهنفضل نكمل بنفس الاسلوب ده القماش كله او الخطوط كلها بنفس الاسلوب سواء يمين او شمال اهو زي ما انتم ملحظين بكده فاني انكم خلصنا الدرس بتاعنا النهاردة اتمنى يا رب تكونوا استفدتم ولو في اي حد وقفت قدامه حاجة مفهمهاش وحابب يستفسر منها يكتبلي في الكومنتات تحت مش هفكركوا طبعا اللي حابب يطبق على الدرس يدخل على الانستجرام عندها يلاقي الصورة وعلى الجروب الفيسبوك برضه يلاقي الصورة يحمل الصورة ويطبق وينزل النتيجة بتاعته على هشتاج ارسل مع كريم عادل على جروب الفيسبوك او على الانستجرام وهوجهكم ان شاء الله وهقول لكم على الاختار بتاعتكم ما تسوطوش طبعا الدعم بلايكات كتير على الفيديو ده وكل الواحد يسيب كومنت حلو كده يقول استفادة ولا مستفادش بالدرسة النهاردة واستنوني الفتر سيدي بكرة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة